مخيم الجفينة للنازحين أكبر المخيمات على حدود مدينة مأرب حيث تسكنه الآلاف من الأسر النازحة التي حجزت عن السكن داخل المدينة بسبب ارتفاع إيجارات المساكن وتجاوزها حدها المعقول في ناس والله مليان يبحثوا عن السكن لأنه ما عنده شارواتي ما عندهش أي حاجة ما عندهش زلط يعني ما عندهش ما يكن في البيت يضروري أن يدور حاجة يسكنه مجال لأنه ما أقدرش يتفع إيجار ولا يقدر أي حاجة هذا مخيم الجفينة يسموه وإحنا ما شوفنا مخيم النازحين أقول أنه نسكن هنا تتمدد مساحة المخيم يوما بعد آخر نتيجة الإقبال الكثيف عليه كون السكن فيه فرصة نسبة الكثير من النازحين حيث تصومح للناس مؤخرا بإنشاء بيوت طينية مبنية من اللبن وكنتيرات متنقلة إضافة إلى الخيام المنتشرة على هذه المساحات المحددة من قبل السلطة المحلية في المحافظة التي قالت إن السماح باستكن والبناء هنا محاولة لحل مشكلة الإزدحام وارتفاع الإيجارات مزايا مخيم الجفينة أنه وفر مساحة كبيرة وواسعة لعدد كبير وهائل من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية فوفر لهم هنا مأوى طبعا هذا المأوى كثير من الناس كانوا يعانون من الإيجار وغلاء الإيجار فالآن الحمد لله فرصة أن الناس وجدوا مساحات كل واحد يبني له فيها فبالتالي الناس ارتاحوا من عناء الإيجار يبدو المخيم وهو بهذه المساحات الواسعة والإقبال الكثيف والمتواصل كمدينة جديدة وطارئة أصبحت الحياة فيه ممكنة وبسيطة بعد توفير الخدمات التي يحتاجها هؤلاء في حدها الأدنى من كهرباء ومدارس مؤقتة وشبكة طرق داخل المخيم سهلت الحركة والتنقل من وإلى المخيم وربطته بمدينة مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر